ثمنا رئيس مجلس الأمة مرزق الغانم عالياً الخطوة الإنسانية اللفتة التي أعلن عنها اليوم والقاضية بتحمل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مديونيات المسجونين على ذمة قضايا مالية من المواطنين والمقيمين وقال الغانم أن رغبة سمو الأمير بلم شمل الغارمين المحبوسين على ذمة قضايا مالية بأسرهم بمناسبة الأعياد الوطنية عبر تسديد ديونهم على نفقته الخاصة أمر غير مستغرب على سموه والذي يحفله سجله الشخصي عبر السنين بالعديد من تلك المبادرات الإنسانية الخيرة موضحاً أن مبادرة كتلك تعطينا مثالاً متجدداً وتجسد نموذجاً متكرراً لكيف يكون الحاكم على تمثل مباشر بهموم ومعاناة المواطنين والمقيمين بيننا وأضف الغانم أن سمو الأمير بتلك المبادرة الإنسانية يرسم مرة أخرى ملامح الكويت كمركز للعمل الإنساني وكوطن تتمثل فيه قيم التكافر الاجتماعي والتعضد الإنساني وقيم مساعدة المحتاج وإغاثة المضيوم